ما رأيكم في يوسف؟ يوسف أي نفع ليوسف أن يؤخذ من أمه وأبيه وهو ابن عشر وقيد ثلاث عشرة سنة ثم يلقى في الجب ثم يباع بيعة العبد ثم يخدم امرأة في قصر ثم يراود عن عرضه ثم يسجن ثم يخرج حتى طاف بالحياة في الآلام وفي آخر القصة ربي قد آتيتني من الملك الله أكبر بدأت يا أخي في جب بعدين آتاك ملك لو لم يمر على جسر الابتلاءات والآلام لما آتاه الله الملك إنه من يتق ويصبر اتقى وصبر فأورتاه الله الملك ورفع أبويه على العرش وهو كان فوق العرش وكان له ملك ملك عظيم وزير المالية في الدولة الفرعونية هذا الذي ابتدع مبيوعا في سوق الرق بثمن بخص إذن أول قصة يوسف تبكي عينك وآخر قصة يوسف تبكي عينك لكن البكاء الثاني بكاء العزة والنصرة كم مرة يوسف كم جلس في البلاء أكثر من أربعين سنة على الصحيح وقيل في بعض الروايات ثمانين عام ثمانين عام في البلاء وصبر واتقى فوصل لماذا لم يصل مباشرة دون البلاء لأنه يعلم ونحن لا نعلم سبحان العليم الحكيم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولذلك ليس شرط أن تظهر لي ولا لك الحكمة أحيانا في أمور ما تظهر لنا الحكمة ولذلك العلماء يقسمون الحكمة إلى قسمين حكم تعبدية لا يظهر حكمتها وحكم معللة نرى حكمها لكن بعضنا يقول يا شيخ فلان ولد له إحدى عشر ابن ولم يعش منهم أحد مسكين ويمدها مسكين أن ترحم أكثر من الله إحدى عشر ابن يستقبلونه بعد وصول الجنان يفتح أبوابها ألا يغبط هذا العبد المؤمن ولذلك الذي قال له الحبيب أتتمنى أن يعود أو أنك تجد على كل باب من أبواب الجنة يفتحها لك الصحابة سألوا أهي له خاصة أم للأمة عامة قال هي للأمة عامة اللهم صل على محمد روح اشتركوا في القناة